موسيقى الرئيس السيسي يواجه بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروعات شركة تنمية الريف المصرية موسيقى الاتحاد الأوروبي يؤكد العمل مع مصر على معالجة تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي في أوروبا والمنطقة موسيقى والمغر تعرن الطوارئ بسبب التطورات في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يعلق رسوم السلع المستوردة من أوكرانيا موسيقى 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 أتا ساعة مساء في القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسرا نيوز أهلا وسهلا بحضراتكم واستهلالها مع أيا لطفي أهلا بك أيا شكرا همام وأهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام البداية حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيم جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدقيقة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرية الرئي وزراعة وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف مليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب عمر عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري بما في ذلك مكونة البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقاننات مياه الرئي وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية خاصة مناطق المينيا ومنفلوت وتوشكا والمغرة وسيوى والفرفرة والطور كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها خاصة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة وقد وجه السيد الرئيس بقيام جميع جهة الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع خاصة ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنية التحتية لا سيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع أعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء ثم طرحها للحوار المجتمعية وخلال اجتماعي لمراجعة المسودة النهائية لوفيقة سياسة ملكية الدولة أكد مدبولي أن الحكومة مستعدة لسماع كل الأراء والتوجهات لأن هدفها واحد وهو مصلحة الوطن ودفع الاقتصاد وأعلن مدبولي أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين رجال الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرين تعرض فيه الوثيقة وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة حيث يستمر الحوار المجتمعي لمدة ثلاثة أشهر وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن دولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بالمشروعات السياحية والتنموية التي تدرع كبيرا بالنقد الأجنبي وتسهم في توفير فرص العمل جذلك خلال ترأسه اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية لأحد المشروعات السياحية والتنموية بالعالمين الجديدة كما أكد مدبولي أهمية الاتفاق مع الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل المشروعات المزمع إقامتها في المنطقة الغربية ومشروع العالمين ريفيرا المقترح تنفيذه كما أكد رئيس الوزراء أن تنفيذ المشروع وغيره من المشروعات المهمة يحول المنطقة الغربية الشمالية إلى وجهة سياحية عالمية ويجعل مدينة العالمين الجديدة ضمن أحد أهم المدن السياحية على المستوى العالمية هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بتوسيع قاعدة المناقشات مع مستويات مختلفة من المطورين العقاريين لإحداث التوافق بشأن مشروع قانون التطوير العقاري وخلات رأس اجتماعا لبحث إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر أكد رئيس الوزراء أهمية الخطوات التي تتم لتنظيم القطاع العقاري وتطرق الاجتماع لمراجعة الصورة النهائية لمشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ضوابط بيع وحدات مشروع التطوير لضمان حقوق المشتريين تمهيدا لإصدار القرار والذي يعد خطوة سابقة لصدور مشروع القانون الذي تم إعداده بشأن التطوير العقاري بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع المطورين العقاريين وفق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنف جبالي نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحق وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحق يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحق من خلال تشكيل لجنة وزرية ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزرات والجهات تتصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحق المصرية وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحق غدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجها إلى جمهورية الكونجو الدموقراطية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الأفريقية الشقيقة ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من ملفاته والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون العسكري بين الجانبين ذات الزيارة في إطار الروابط الوطيدة التي تربط مصر والكونجو الدموقراطية واستمرار العلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والكونجولية أشهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية بالمستوى الراقي التي ظهرت فيه كافة العناصر المنفذة لمشروع مراكز القيادة التعبوية خالد عشرين والتي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية وخلال حضوره المرحلة الرئيسية للمشروع طلب وزير الدفاع مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلة الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي خالد عشرين والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد فيها على استعداد مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم وبدل كل الغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه مقدما الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الجنوبية العسكرية بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومد إثقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الجنوبية العسكرية ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية للقضاء على عمليات التهريب والتسلل والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع كما طالب مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتضار وكان الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شاهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكل الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهمهم وقام بفرد عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة استقبلت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالتعاون مع الوكالة المصرية لشراكة من أجل التنمية استقبلت وفدا لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة في القارة الأفريقية وعقدت على أهمش الزيارة جلسة لمناقشة جهود التعاون المصرية مع الدول الأفريقية وتاريخ العلاقات المصرية الأفريقية وتضمنت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أن علاقات التعاون مع كافة دول القارة هي من أولى اهتمامات الدولة المصرية وكذلك أهمية توفير البيئة المناسبة لدعم الاستثمار في البلدان الأفريقية مع بلورة أليات جديدة تهدف إلى التعاون المثمر والبناء بين دول القارة الأفريقية كما تطلقت الجلسة إلى التحديات التي تواجه القارة الأفريقية واستعرضت العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط مصر والبلدان الأفريقية وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتصدي لجرائم حجب السلة عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها ونجحت الحملات الأمنية في هذا الإطار في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي نتابعها في هذا التقرير استمرار للجهود الأمنية المبزولة لمكافحة الجرائم التمونية بشتى سورها وصلت الإدارة العامة لشرطة التمون والتجارة حملاتها في هذا الإطار بالتنصيق مع فرعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام والتي أصفرت عن ضبط 35 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة التوريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها في السوق السوداء بحوزة مالك شونة غلال بالقليوبية ومالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بالمنوفية وضبط 48 طن أقماح محلية تم حجبها عن التوريد بهدف الإتجار بها في السوق السوداء بالشرقية وسوهاج والبحيرة وبورسعيد كما تمكنت الإدارة من ضبط 24 طن دقيق ومقارونة قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول وضبط أكثر من 56 طن أرز وسكر غير معلن عن أسعارها قام المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالشرقية بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وعلى صعيد التصادي لجراء بيع السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر نجحت الإدارة في ضبط 31 طن دقيق وزيد طعام وملح طعام ومخللات غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالقليوبية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ونجحت الإدارة في ضبط 90 طن أسمنت تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وهو ما يؤدي إلى الإدرار بالاتصاد الوطني بحوزة المسؤولين عن مخزنين لتجارة مواد البناء بدون ترخيص بالإسكندرية وضبط 25 طن أعلاف حيوانية غير معلن عن أسعارها قام مالك محلين ومخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وتمكنت من ضبط أكثر من 26 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر اندار على الثروة الحيوانية بحوزة قائد سيارة بالفيوم ومالك مخزن بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية بسوهاج تمهيدا لترحيها للبيع والتداول بالأسواق وضبط 12 طن ونصف أسمادة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بحوزة المسؤولين عن محلين لتجارة الأسمادة الزراعية بالشرقية وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة تمكنت من ضبط 427 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 386 طن مواد غذائية وغير غذائية وضبطت الحملات الأمنية 333 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة و39 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي وذلك للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط أكثر من 13 طن أسمنت كما تمكنت وزارة الداخلية في مجال قضايا المخابز من ضبط 617 قضية من بينها أكثر من 200 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فضلا عن ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت 76 طن أقمح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي نظمت لجنة صناع السلام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ندوة تحت عنوان المواطنة بمشاركة مجمع البحوث الإسلامية وتنسيقية شباب الأحزاب والمجلس القومي للمرأة تطرق الحضور لمناقشة العديد من المحاور وعلى رأسها دور الدولة المصرية المحوري في مناهضة الإرهاب ونشر ثقافة المسواة والعدالة والمواطنة والمبادرات الرئاسية والحوار الوطني الذي دعت إليه القيادة السياسية هذا بجانب الحديث عن عدد من القضايا الهمة التي تلعب دورا محوريا في غرس قيم المواطنة ومنها التعليم والثقافة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حريصة على مواصلة التنسيق الفعال والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مؤكدا أنها تعد شراكة جيدة بين السلطتين تستهدف صالح المواطنين وخلال لقائه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب أكد مدبولي أن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة لمناقشة تدعيات وأبعاد الأزمة العالمية الرهنة وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري كما أوضح مدبولي أن الحكومة عاكفة على مناقشة كل ما يثار من قضايا وموضوعات سواء من جانب أعضاء البرلمان ورؤساء اللجان النوعية به أو من خلال ما تتلقاه من الشارع المصري مشددا على أن البرلمان يؤد شريكا رئيسيا في كل الإنجازات التي تحققت في الدولة خلال الفترات الماضية بحث وزير الخارجية سامح شكري معنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمان الصفدي مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية لسيما قضية الفلسطينية والتطورات الجارية فيها والأوضاع في المنطقة العربية كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء الذي عقد على هامش منتدى دافوس شهد توافقا في الرؤاحية لضرورة الدفع قدما بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة على نحو يدفع بتثبيت السلم والاستقرار ويلبي تطلعات الشعوب العربية نحو الازدهار والرخاء كما أعرب الوزيران عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فدرلاين أن هناك تنسيقا يجرى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع الأمن الغذائي في ظل الأزمة في أوكرانيا وخلال مشاركتها في متدى دافوس أشارت فدرلاين إلى أنها تعمل مع الرئيس السيسي لمواجهة عواقب الأزمة في قطاع الغذاء لتبديل سلاسل التوريد القديمة بأخرى أكثر موثوقية نحن ندعم أفريقيا بأن تصبح أقل اعتمادا على الواردات الغذائية لذلك فإن أي مبادرة لتعزيز قدرة الإنتاج لأفريقيا سيكون أمر بالغ الأهمية لتقوية قدرة القارة على الصمود إن بوادر أزمة الغذاء المتنامية واضحة علينا أن نتحرك بشكل عادل ولكن هناك أيضا حلول اليوم وفي الأفق لهذا السبب أعمل مع الرئيس السيسي لمواجهة عواقب الأزمة في قطاع الغذاء لتبديل سلاسل التوريد القديمة بأخرى أكثر موثوقية التقى السفير المصري في الولايات المتحدة معتز زهران مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندر كينغ وأكد المبعوث الأمريكي خلال اللقاء أن الولايات المتحدة تقدر دعم مصر القوي لجهود السلام في اليمن والهدنة المستمرة أعلنت شرطة ولاية تكسس الأمريكية القبض على مطلق النار داخل مدرسة ابتدائية ونقل جميع طلابها لمكان آمن وكانت مدرسة في مدينة إفالدي في ولاية تكسس قد تم إغلاقها بسبب حادث إطلاق النار وتحصن المسلح بداخلها ونتابع الآن مشاهدين لقطات حية من موقع الحادث والانتشار المكثف لقوات الأمن الأمريكية وأيضا سيارات الإسعاف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما اضافت فوربس ان مكتب التحقيقات الفيدرالي كشف المخطط من خلال عمل اثنين من المخبرين السريين ومراقبة حساب المنفذ المزعوم على منصة واتساب مبينة ان المشتبه به اعترف بانه كان يريد اغتيال بوش لانه شعر ان الرئيس السابق مسؤول عن قتل العديد من العراقيين وتفكيك البلاد بعد الغزو العسكري الامريكي عام 2003 حذرت الخارجية الصينية الولايات المتحدة من الاستمرار في السير بالطرق الخطأ بشأن قضية تايوان واضافت الخارجية الصينية ان الولايات المتحدة اخلت بالوعود التي قطعتها بشأن قضية تايوان وقوضت مبدأ الصين الواحدة وحرضت سرا وعلنا ودعمت الانشطة الانفصالية التي تهدف الى استقلال تايوان اكد المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس ان الرئيس جو بايدن لم يعلن اي تغيير في السياسة الامريكية تجاه تايوان كما اضاف برايس ان واشنطن تدين اي تصعيد عسكرية قد يؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة كان الرئيس الامريكي جو بايدن قد اكد ان سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على الغموض الاستراتيجي لم تتغير تصريح بايدن جاء على هامش مشاركتي في اجتماعات قادة تحالف كواد في توكيو والذي يضم ايضا استراليا والهند واليابان حذر قادة اليابان والهند والاستراليا والولايات المتحدة من محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة في المنطقة بينما يتزايد القلق اذا احتمال ان تسعى الصين لغزو تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتجنب بيان مشترك لتحالف العربي للحوار الامن او الرباعي للحوار الامني كواد الاشارة بشكل مباشر لتصاعد النفوذ العسكري للصين في المنطقة لكنه لم يدع مجالا للشك بشأن مكان قلقه في ختم اجتماعهم بالعاصمة اليابانية توكيو تعهد زعماء دول تحالف الرباعية كواد بالتعاون كي تكون منطقة المحيطين الهند والهادئ حرة ومنفتحة كما تعهدوا بالعمل على مكافحة الاحتباس الحراري وكشفوا عن مبادرة جديدة تستهدف الحد من الصيد الجائر في منطقة المحيطين الهند والهادئ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أكد أن المجتمعين اتفقوا على استثمار خمسين مليار دولار في مشاريع مرتبطة بالبنى التحتية معتبرا أن تغيير الوضع الراهن بشكل أحادي في أي منطقة بالعالم غير مقبول من جانبه شدد الرئيس الامريكي جو بايدن على أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شركائها للضغط من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وفي كلمة هيك كد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بأن أولويات حكومته تتمشى مع أولويات القادة المشاركين وتعحد بالاستثمار أكثر في المعارقة ضد تغير المناخ يذكر أن مجموعة كواد التي تضم دول الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا تم إنشاؤها في أعقابة صنامي المحيط الهندي عام 2004 إلا أن هذه الجولة من المشاورات تمثل الاجتماع الشخصي الثاني فقط للقادة أعلنت حكومة جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادي أنها ستستقبل وزير الخارجيات الصيني وانجي يومي الخميس والجمع المقبلين ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجيات الصيني مع نظيره عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك كما سيلتقي وزير الخارجيات الصيني رئيس الوزراء في جزر سليمان يأتي هذا في وقت كان قد أكد فيه رئيس الوزراء في جزر سليمان تطلعه إلى انخراط مثمر مع صين بوصفها شريكا إنمائيا مهما لبلدها في تونس اكتمع الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين في قصر قرطاج وأكد بيان رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى الوضع العام في البلاد وإلى ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة وضمان حقوق جميع الأطراف في إطار القانون هذا واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة صادق بالعيد وتناول الاجتماع بحسب رئاسة الجمهورية التونسية تناول الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية كما تم تطرق إلى اللقاءات التي تمت مع عدد من الجهات لبيان حقيقة الأوضاع في تونس والإرادة الثابتة على المضي قدما في إنشاء جمهورية جديدة ألقت قوات الأمن العرقية القبضة على 13 إرهابيا بارزا خلال عمليات النوعية في ثلاث محافظات حيث ألقت القبض على تسعة إرهابيين في العاصمة بغداد وإرهابي في محافظة ديالة مسؤول عن جمع المعلومات ضد القوات الأمنية ومختص في زرع العبوات الناسفة كما تم القبض على إرهابيين في كاركوك ترجمة نانسي قنقر أعلن رئيس الوزراء المجاري فيكتر أوربان حالة الطوارئ وذلك لمواجهة تدعيات العملية العسكرية في أوكرانيا وذلك اعتبارا من منتصف ليلة ثلاثاء وقال إن العالم على شفاء أزمة الاقتصادية مؤكدا ضرورة أن تبقى المجار خارج هذه الحرب وتحمل أمن المالي لمواطنيها اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألفانيز على أهمية تضامنهما لألا يتكرر حادث مثل التدخل الروسي في أوكرانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ كما أشهد الرئيس الأمريكي بدعم أستراليا القوي لأوكرانيا منذ بدء العملية الروسية كما جدد بايدن تأكيد دعمه ثابت لتحالف الأمريكي الأسترالي والتزامه بالتعزيزه على نحو أكبر كما أثنى الجانبين بالتقدم السريع الذي تحرزه الولايات المتحدة وأستراليا إلى جانب المملكة المتحدة في إطار شراكة أوكوس الدفاعية أكد بيان أمريكي أو أمريكي أوروبي كندي أستراليا أن الحرب في أوكرانيا سببت معاناة إنسانية وشدد البيان على ضرورة وصول المساعدات لأوكرانيا بسرعة ودون عوائق وأضاف أن أكثر من ربع الأوكرانيين فروا من منازلهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خبراء المتفجرات الروس أكملوا إزالة الألغام من ميناء ماريوبل بشكل كامل وأنه تم فحص 134 مبنى والعثور على أكثر من 12 ألف قطعة متفجرة كما أعلنت الوزارة تدمير مستوضع كبير يحوي دخيرة لمدافع هاوتزر أمريكية الصنع في أراضي دونسك هذا بالإضافة إلى 36 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية قالت وزيرة الدفاع الكندية أن كندا اشترت 20 ألف قذيفة أو قذيفة مدفعية من الدخيرة القياسية التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي لصالح أوكرانيا دعما لها في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما سمته بالغزو الروسي ويتم شراء الدخيرة من الولايات المتحدة مقابل أكثر من 76 مليون دولار وسيتم تسليمها قريبا إلى كيف أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو منعت 154 عضوا في مجلس الأردات البريطانية من دخول أراضيها أكد بيان الخارجية أن القرار جاء ردا على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في مارس الماضي لوضع قائمة عقوبات تشمل مجلس الاتحاد بأكمله تقريبا قال الرئيس الأوكراني بولديمير زلينيسكي أنه سيكون من الصعب ترتيب أي لقاء على المستوى الرئيسي بين روسيا وأوكرانيا ما لم يكن نظيره الروسي بولديمير بوتين مستعدا بالفعل لإنهاء العملية العسكرية وضف الرئيس الأوكراني أنه لن يكتمع أيضا مع روس من المستوى الأدنى وقال وزير الدفاع الروسي سرجي شويجو أن بلاده تتعمد إبطاء عمليتها في أوكرانيا للسماح للمدنيين بالخروج كما أضف شويجو أنه يجري الإعلان عن عمليات وقف لإطلاق النار وفتح موارات إنسانية لإخراج المواطنين من التجمعات السكنية المحاصرة من جانبه أكد الأمين العام لحلف النيتو يانسل سلتنبرغ أن الحلف لن يكون طرفا في الأزمة في أوكرانيا ولن يرسل قواتا إلى هناك تفاديا للحرب مع روسيا وفي كلمة له أمام منتدى ديفوس قال سلتنبرغ أن النيتو لديه مهمتان أساسيتان في الرد على العملية العسكرية الروسية وهما تقديم الدعم إلى أوكرانيا ومنع التصعيد مشيرا إلى الحرص على تكثيف الدعم لكييف من خلال تقديم مليارات الدولارات والأسلحة وغيرها من المساعدات أعرب الرئيس البولندي أندريدو داع عن خيبة أمله العميقة لأن ألمانيا لم تزاود بلاده بعض الدبابات مقابل تلك التي أرسلتها وارسو إلى أوكرانيا وكانت بولندا أقرت في إبريل بأنها أرسلت دبابات سوفيتية الصنع تي 72 إلى أوكرانيا لكنها لم تحدد عددها في مقالة صحيفة ديراش بيجل الألمانية أن وارسو أصرت على الحصول على دبابات حديثة وطالبت بإمدادها بدبابات اليوبارد الألمانية من أحدث طراز قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلون درلاين أنه من غير المرجح أن يتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حضر النفطي عند روسيا في اجتماعهم خلال القمة الأوروبية يوميا الاثنين والثلاثاء المقبلين وقالت بودرلاين على أهم الشيء المنتدر الاقتصادي العالمي في ديفوس أن المفاوضات لا تزالوا جارية مع الدول الأعضاء بينما اقترحت المفاوضية الأوروبية إنهاءا تدريجيا لواردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام في معظم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أعلنت الرئاسة الفرنسية أن توصل إلى اتفاق ما زال ممكن في الأيام المقبلة لتجاوز تحفظات المجر على فرض حضر أوروبي على النفط الروسية كما قال قصر الإليزي لا تزال هناك إمكانية في الأيام المقبلة لرفع الفيتو المجرية مشيرا إلى أن هناك خيارات مختلفة على الطاولة للخروج من هذا المأزق من جانبي استبعد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان التوصل لاتفاق حول فرض حضر النفطي على روسيا خلال الأيام المقبلة جاء ذلك في رسالة من أوربان إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وقال رئيس الوزراء المجري بحسب الرسالة إنه سيكون من غير المجدي مناقشة هذه الحزمة السادسة من العقوبات خلال قمة رؤساء دولي وحكومات أعضاء الاتحاد السبع والعشرين المقررة في الثلاثين والحادي والثلاثين من مايو في ظل غياب أي توفق أكدت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة لخفض وردات الطاقة من روسيا ونشر البيت الأبيض البيان المشترك بين الجانبين حول أمن الطاقة الأوروبية وأكد الجانبين أنهما يتشاركان في مواجهة هذه التحديات في طريق فريق العمل المشترك المعني بأمن الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في مارس الماضي كما شددها على مواصلة العمل من خلال فرقة العمل على تنويع إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا ورحبت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية بعقد فنلندا لاستئجار محطة استيراد غاز طبيعي موسى العائمة من مزود أمريكي من المقرر تشغيلها قبل نهاية عام 2022 هذا باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق أهدف فرقة العمل اشتركوا في القناة بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي نارينرا مودي سبل التعاون لمواجهة الاضطرابات التي سببتها الأزمة في أوكرانيا لسيما ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لحماية مواطني بلدانهم والعالم بأسرة وبحسب ببيان البيت الأبيض فقد جدد بايدن ومودي جدد التزامهما بتعميق شراكاتهما الدفاعية الرئيسية وتشجيع المشاركة الاقتصادية التي تصب في مصلحة البلدين وتوسيع شراكاتهما في مختلف المجالات ومن بينها الصحة العالمية والتأهب للأوبئة كما تطرق بايدن ومودي أيضا إلى مناقشة اعتقادهما المشترك بالحاجة الملحة للتصدي لأزمة تغير المناخ كما عربى عن تطلعهما لتعزيز شراكاتهما لتسريع التحول العادل للطاقة في الهد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دماتري بيسكوف أن روسيا لم تتلقى دعوة لحضور قمة الغذاء المقرر عقدها في يونيو المقبل كما أوضح بيسكوف أنه يجب مناقشة مسألة الأمن الغذائية على أوسع النطاق الممكن وذلك بعد أن تعرض العالم لأزمة حقيقية جراء القيود التي تقوم بعض دول الغربية وغير الغربية بفرضها ضد روسيا من جانبها أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتر بلينكين أن أزمة الغذاء الدولية الناتجة عن العملية العسكرية الروسية تحتاج ردا دوليا جاء ذلك خلال المباحثات الهاتفية مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبة لبحث الوسائل الممكنة لتوريد القمح الأوكراني للسوق الدولية كما أبلغ بلينكين كوليبة أن تشريع المساعدات البالغة قيمته 40 مليار دولار سيؤمن تمويلا للمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا قال مسؤول بريطاني أن فتورة الطاقة سترتفع بسرعة صاروخية في الخريف لتصل إلى 2800 بنيه سترليني في السنة لملايين الأسر كما حذر مدير هيئة مراقبة الطاقة في بريطانيا وجوناثان بريالي وزير الخزانة ريشي سوناك من الارتفاع الهائل في سقف أسعار الطاقة يضغط اتحاد سائقي سيارات الأوكرى في مدينة نيويوركا الأمريكية لرفع الأسعار وزيادة أجور السائقين مع ارتفاع أسعار الوقود وتسارع التضخم ويسعى التحالف للمرة الأولى منذ عشر سنوات يسعى إلى حصول السائقين على 25 دولارا في الساعة بعد احتساب التكاليف مقارنة بمتوسط حال يتراوح ما بين 10 إلى 12 دولار في الساعة وفي حال تنفيذ مطالب اتحاد سائقي سيارات الأوكرى في نيويورك فإن زيادة في التكاليف بالنسبة للركاب قد تصل إلى دولارين لكل رحلة علق الاتحاد الأوروبي العمل بالرسوم المفروضة على السلع المستوردة من أوكرانيا وتوافق ممثل دول الاتحاد الأوروبي على هذا القرار في مسعى لدعم الاقتصاد الأوكراني المتضرر بشدة من جراء العملية العسكرية الروسية وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن تعليق الرسوم إجراء مؤقت سيسهل على أوكرانيا مواصلة الأعمال التجارية وسيدعم غموماً لاقتصاد الأوكرانية شدد الرئيس الروسي مولادمير بوتين على أن الاقتصاد الروسي في ظل الظروف الجديدة سيكون منفتحاً وأن العقوبات الغربية لن تنجح في عزل اقتصاد بلاده وخلال الاجتماع الحكومي عقده حول تطوير قطاع النقل وجه الرئيس الروسي الحكومة بتسريع تطوير البنية التحتية في البلاد خلال السنوات المقبلة كما أشار إلى أن رغبة عدد من الدول في الانسحاب من روسيا تظهر مدى أهمية تنويع مسارات النقل أعلن الرئيس جمعية الصحة العالمية إعادة انتخاب تدرس عدها نوم لولاية ثانية مدتها خمس سنوات تصوتت الغالبية العظمى من دول الأعضاء في المنظمة والبلغ عددها 194 لصالح استمرار عدها نوم في منصب المدير العام لهذه الوكالة الصحية والتابعة للأمم المتحدة أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدر القردة ورصد 106 حالات مشتبه بها في 19 دولة وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد إلا أنه لا يزال قابل للإحتواء لافتة إلى أنها تعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح حول كيفية التعامل مع تفشي المرض حذر مسؤول صحة الأوروبيين من أن فيروس جدر القردة قد يصبح متنسخا في أوروبا إلى الأبد إذا ما تفشى الفيروس الحالي في الحيوانات الأليفة وذلك في الوقت الذي تضعف فيه عدد الإصابات في بريطانيا ثلاث مرات ويسر مسؤول صحة على أن الخطر على السكان لا يزال منحفظا لكن الخبراء يعتقدون أن هناك حاجة ملحة لضمان عدم إصابة الحيوانات بالفيروس لأنه يمكن أن تكون ناقلا دائما للمرض وفق ما نقلته صحيفة تاليغراف البريطانية هذا وسجلت كله من التشيك والنمسا وسلوفينيا أولى الإصابات بفيروس جدري القردة وفق ما أفادت السلطات الصحية في هذه البلدان وكالة فرانس بريس وفي تشيكيا رصد المرض لدى رجل في المستشفى العسكري الجامعي في براج وذلك وفق مدير الجامعية تشيكية للأمراض المواضية وفي النمسا قالت السلطات الصحية في العاصمة أن رجل نقل إلى أحد مستشفى تفيننا بعدما ظهرت عليه أعراض جدر القردة بما فيها الحمى تبين أنه مصاب بالمرض وفي سلوفينيا سجلت إصابة بجدر القردة لدى رجل ظهرت عليه أعراض الوباء بعد عودته من جزر الكنال الإسبانية محليا من جديد نفى المركز والعالمي لمجلس الوزراء وجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية كما أكد المركز توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي من بينها الأرز مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكل محافظات الممهورية مشددا على تحقيق مصر الاكتفاء الداتي من سلعة الأرز كما أشار المركز إلى شاني حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها أكدت وزارة الاتصالات أن الدولة المصرية الرقمية في ظل الجمهورية الجديدة تتحقق على أرض الواقع في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة مشيرا إلى أن بناء مصر الرقمية مسئولية تشاركية بين جميع مؤسسات الدولة وأشارت الوزارة لأن عداد أبراج المحمول زادت بنحو 73% خلال العام الماضي ومن المستهدف مضاعفتها خلال العام الجاري لافتا إلى أن النهوضة بمكاتب البريد كذلك من ضمن أولويات مشروع حياة كريمة لتوفير خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين بشكل ميسر وبسيط الآن وقف مع أخبار الرياضة يواصل فريق الأهلي تدريباته استعدداً للمواجهة المرتقبة أمام نظره الوداد المغربي في نهاي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجاري في الدار البيضاء كان الأهلي قد تأهر لنهاء البطولة بعد فوزه على وفاق الصيف الجزائري فيما نجح الوداد في التأهل على حساب باترو أتلاتيكو الأنجولي عالمياً قالت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة أن أعلان المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية للموسم الكروي الحالي 2022 سيتم في الثاني عشر من أغسطس المقبل كما أعلنت المجلة إقامة حفل الكرة الذهبية وتسليمها إلى الفائز في السابع عشر من أكتوبر وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعب باريستان جرمان الفرنسي هو آخر من توجه بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2021 هذا وينافس النجم الفرنسي كاريم بنزيمة هداف ريال مدريد ثنائي لفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني يواجه روما الإيطالي النظير هو فانورد الهولندي في التسليع مساء الأربعاء في المباراة النهائية لبطولة دور المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2021-2022 والتي ستقام في العاصمة الألبانية تيرانا المزيد في هذا التقرير الملعب الوطني في العاصمة الألبانية تيرانا على موعد مع نهائي النسخة الأولى من بطولة دور المؤتمر الأوروبي بين روما الإيطالي ومنافسه فانورد الهولندي في حضور نحو 20 ألف مشجع روما تأهل إلى نهائي بطولة دور المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي إثر تغلبه على لاستر سيتي بهدفين مقابل هدف في مجموع مبارتين الذهاب والإيابة ليصل إلى أول نهائي أوروبي لأول مرة منذ عام 1991 وذلك في أول مواسمه تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينهو أما فريق فاينورد صعد إلى نهائي على حساب مارسيليا الفرنسي بعد التعادل سلبيا معه على أرض ملعبه التاريخي في لدراما وذلك بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة الذهاب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن أن الفائزة بلقب دور المؤتمر الأوروبي هذا الموسم سيحصل على جائزة مالية قدرها خمسة ملايين يورو فيما يحصل الوصيف على ثلاثة ملايين يورو كما خصص اليويفا أربعة ألاف تذكارة لكل من روما وفاينورد لحضور الجماهير المباراة النهائية روما وفاينورد يطمحان إلى كتابة اسميهما بأحرف من نور في تاريخ البطولة والتتويج بها للمرة الأولى كما يسعى الاستثنائي مورينو أن يكون المدرب الأول في التاريخ الذي ينجح في الفوز بدور أبطال أوروبا والدور الأوروبي ودور المؤتمر الأوروبي تألت اللعبة المصرية ميار شريف إلى منافسات الدور الثاني لبطولة رولان جارس للتنس إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة وتغلبت ميار بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5 لتحقق أول فوز للعبة مصرية في التاريخ وستلعب النجمة المصرية أمام سليفينية تمارة زيدانسك المصنفة الخامسة والعشرين عالميا في الدور المقبل نهاية جولة التنساء مساء وهذا تذكير بأهم مجاة فيها من أنباء الرئيس السيسي يوجه بالدراسة المدققة لأي تحديات رهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروعات شركة تنمية الريف المصري الاتحاد الأوروبي يؤكد العمل مع مصر على معالجة تدعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي في أوروبا والمنطقة والمجر تعلن الطوارئ بسبب التطورات في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يعلق رسوم السلع المستوردة من أوكرانيا خفاما ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكستر نيوز من خلال أبل ستوري وغوجل بلاي أو من خلال الكوار كود أظهر على الشاشة أمام حضراتكم هذه تحيات أمام جاهد وتحيات أي لطفي لحضراتكم شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء